بيئة طاردة تفرضها سلطات الاحتلال على أهالي قرية بردلة في الأغوار الشمالية إذ تستهدف الوجود الفلسطيني من خلال منع أصحاب هذه الأراضي من البناء والتوسع ومصادرة الممتلكات جديد في هذه الانتهاكات أنهم أعطوا اختارات بوقف البناء في منطقة باة في وسط القرية وهذا يعني شيء جديد صار على سكان هذه القرية أجل تبع التنظيم والإدارة مع جبات الجيش وأعطى انذارات لأكثر من منزل ومن ضمنهم ثلاث طوابق مبنيات داخل القرية بتوقف عن الهدم بتوقف عن العمل في هذه المساكن وهذا شيء جديد من سياسة الاحتلال ومع اقتراب فصل الصيف يدق أهالي قرية بردلة ناقص الخطر بشح مياه الشرب والرأي بعد أن استولت سلطات الاحتلال على أراض وشرعت بمد خطوط مياه تغذي عشرات المستوطنات على حساب أبناء شعبنا المياه التي كانت سلطات الاحتلال بحفره بغربي القرية هو الناقص الخطر الحقيقي الذي سيواجه السكان سواء الزراعي والثروة الحيوانية حتى السكان الأصليين الذين يعيشون داخل هذه القرية كمية المياه كاملة نقلت بهذا الخط إلى المستعمرات الإسرائيلية والمستوطنات ومعسكرات الجيش في مناطق غور الأردن وحسروا كمية قليلة جدا من المياه سوف تعطى للمزارع الفلسطيني تحارب حكومة الاحتلال أبناء شعبنا بأهم مقاومات البقاء والصمود وتسعى لخلق واقع مرير ضمن سياسة التعطيش وعرقلة التنمية الزراعية صراع البقاء في الأغوار ما زال مستمرا بين احتلال يسعى لخلق بيئة طاردة لأبناء شعبنا وجلب المستوطنين ومنحهم الأرض والبناء وتوفير كل الاحتياجات الأساسية من قرية بردلا في الأغوار الشمالية أمير شهين تلفزيون فلسطين